سيدنا الكرام ساول خير من الموريثانية نشرة الاخبار وابرز عنوينها الليلة رئيس الجمهورية رئيس المجلس العلى للقضاء يترأس اجتماعا للمجلس بالغسر الرئاسي في نواكشوطة رئيس الجمهورية يعود الى نواكشوطة قادما من مدينة ياطار بعد زيارة لولاية ادرار دامت عدة ايام رئيس الجمهورية يدشن مشروع تزويد مدينة اوجفت بطاقة الكهربائية ويضع الحجر الاساس لمشروع تجمع تنوامند ببلدية العين الخفرة بمقاطعة شنقيطة اهلا بكم من التفاصيل نبدأ نشرتنا ببريد رئيس الجمهورية سيد محمد العبد العزيز حيث وشه سيادته برقية تهنئة الى السيد فستين الشانج تدارى رئيس جمهورية وسط افريقيا بمناسبة احتفال بلاد بعيدها الوطنية واكد رئيس الجمهورية لرئيس جمهورية وسط افريقيا ارادة بلادنا في العمل من اجل تنمية وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون التي تربط بين البلدين كما وجه رئيس الجمهورية سيد محمد العبد العزيز برقية تهنئة الى فخامة رئيس جمهورية رومانيا السيد كالوس يوهانس بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطنية وجدد رئيس الجمهورية لرئيس جمهورية رومانيا حرص بلادنا على مواصلة الجهود من رجل تعزيز وتطوير علاقات التعاون القائمة بين البلدين خدمة لمصالح شعبهما الصديقين وهنا في الواكشوط اجتمع المجلس الاعلى للقضاء بعد ظهر اليوم في القصر الرئاسي تحت رئاسة سيد محمد العبد العزيز رئيس الجمهورية رئيس المجلس الاعلى للقضاء مشاهدين بعد فصل قصير نفتح صفحة خاصة بتغطية زيارة رئيس الجمهورية سيد محمد العبد العزيز لولاية ادرار أهلا بكم من جديد عاد رئيس الجمهورية سيد محمد العبد العزيز لنواكشوط صباح اليوم قدما من مدينة اطار بعد زيارة لولاية ادرار دامت عدة ايام استقبل رئيس الجمهورية بمطر واكشوط الدولي من تونسي من طرف الوزير الاول سيد يحياو الحدمين وعدد من عضاء الحكومة وقيد الاركان الخاصة لرئيس الجمهورية والمدير المساعد لديوان رئيس الجمهورية وولين واكشوط الغربية ورئيسة مجموعة واكشوط الحضرية ورافق رئيس الجمهورية في هذا السفر كل من السادة الدكتور مولايب محمد الأقلف الوزير الأمين العام لرياضة الجمهورية محمد عبد الفتاح وزير النفط والطاقة والمعادن البروفيسور كانبو بكر وزير الصحة أمال منتمولودة وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابية لمهنمت القطب والمم وزيرة الزراعة أحمد سالم والعبد الرؤوف وزير التجهيز والنقل بسلم والسيد المختار وزير التهذيب الوطنية محمد الأحمد سالم والمحمد رارة مفوض الأمن الغذائية أحمد الباهية مدير ديوان رئيس الجمهورية أحمد داء ولباه الملقب حميدة مستشار برئاسة الجمهورية محمد للطالب مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية زيدان ولحميدة مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية أحمد أولنيني مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية تيام جنبار مستشار برئاسة الجمهورية حمد الشيخ ولاسيدي محمد مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية الحسن أول أحمد المدير العام لتشرفات الدولة نظم سكان ترجيت والوحاة المجاورة لها صباح اليوم استقبالا شعبيا كبيرا لرئيس الجمهورية سيد محمد العبد العزيز ضمن المحطة الثالثة من زيارته لولاية أدرار وصف السكان عند المنعرج المؤدي إلى ترجيت من طريق وجفتطار رفعين الشعارات والصور المكبرة لرئيس الجمهورية وعبرين عن ترحيبهم بهذه الزيارة وامتنانهم لسيادته لانحيازه الدائم للفقراء وحرصه على إدخال التقنية الجديدة لتنمية الوحاة والزراعة تحت النخيل مما مكن من زيادة الإنتاج وفك العزلة عن هذه المناطق وحرص رئيس الجمهورية على النزول من سيارته للسلام على السكان والتعبير لهم عن امتنانه لهذه التعبئة الشاملة التي تدل على اهتمامهم بالسياسات المتبعة من طرف الحكومة لإرساء قواعد تنمية شاملة وأزر رئيس الجمهورية إحدى الوحاة في ترجيث واستمع إلى شروح حول إنتاجها وأنماط ريها والطرق المتبعة في إدخال تقنيات الريل شديدة إليها كما استمع رئيس الجمهورية من المزارعين إلى أهم المشاكل التي يواجهونها والحلول المتصورة من قبلهم لحلها وأثمن المزارعون في هذا الصدد مواكبة الدولة خلال السنوات الأخيرة لجهود المزارعين عبر مراحل الغرسي والإنتاج إلى المرحلة الأخيرة كما خصص سكان محيرث التابع لبلدية معدن العرفان صباح اليوم استقبالا شعبيا حارا لرئيس الجمهورية وكان سكان الوحاة المجاورة كان لهم حضورا بارزا بهذه الاستقبالات كما هو حال الأطر والوجهاء والفعاليات السببية والنسوية ورفعت خلال هذه الاستقبالات الصور المكبرة لرئيس الجمهورية واللفتات المثمنة لها لما عرفته البلاد من إنجازات كبيرة في سنوات الأخيرة شق رئيس الجمهورية طريقه وسط المواطنين معبرا عن مسنانه للسكان شكرا لهم مشاعرهم ودعمهم للخيارات التي تبنتها الدولة لتحقيق التنمية والازدهار واستقبل رئيس الجمهورية لدى وصوله من طرف حاكم مقطعة الجفت وعمدة بلدية معدن العرفان والمنتخبين المحليين حفاظ في قرآن حفاظ في قرآن حفاظ في قرآن حفاظ في قرآن عاشت الهرية عاشت الهرية يعيب القوام؟ عاشت الدموغة عاشت الديمقراطية موسيقى 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 كما زار رئيس الجمهورية سيد محمد العبدالعزيز إحدى واحات النخيل في محيرث المزودة بوحدة ري جماعية منفذة من طرف مشروع التنمية المستدامة في الواحات لصالح عدة أسر فقيرة تجول رئيس الجمهورية في هذه الواحة واستمع من وزيرة الزراعة وعدد من معاونها إلى شروح حول جهود هذا القطاع لمساعدة سكان الواحات والتقنية الجديدة التي تم إدخالها في مجال زراعة الواحات وتوفر هذه الوحدة مياه الري لمائتين وسبعين أخلا ويتم سحب المياه من بئر تقليدية بعمق 12 مترا بوسطة مضخة تعمل بالطاقة الشمسية عبر المستفيدون عن امتنانهم لجهود وزارة الزراعة التي وفرت هذه الوحدة ويسر تنبذلك عملية الري بعد أن كانوا يبذلون شهودا مضنية في ري النخيلة وكان رئيس الجمهورية سيد محمد العبد العزيز قد وصل ظهر أمس إلى مدينة أوجفت المحطة الثالثة من زيارته لولاية أدرار استقبل رئيس الجمهورية عند سلم الطائرة من طرف حاكم المقاطعة سيد القاضي الأحمد وعمدة المدينة سيد محمد الجد وكان رئيس الجمهورية موضع استقبال حاشد من طرف أطر المقاطعة ووجهائها وفعالياتها السياسية والشبابية والنسوية والمهنية وغصت شوارع أوجفت بالسكان رافعين الصور المكبرة لرئيس الجمهورية واللفتات المشيدة بأبرز الإنجازات المحققة في البلاد خلال السنوات الأخيرة حاشد من الجمهورية اشتركوا في القناة 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 مختلف الأدوية بالإضافة لأقاحات للمعاينة والاستشارة ويتألف طاقمه الطبي من طبيب رئيسي وستة ممرضين وثلاث قابلات إضافة إلى تسعة ممرضين موسعين على النقاط الصحية التابعة له قط جئت هنا السابق بارك وجدت عندي مرضى هنا وقطعا عنه علقت المدقة في الجوار بعد خلال الطب لأنه ما رأينا مقاعد رأينا نتاك جاهزين كده حديث كده واليوم الحمد لله أصبح جاهز وكل شيء موجود فيه الحمد لله وهي طاقم متكامل طاقم الحمد لله عاد فيه المداومة دائما ولا يجي حد فقط ما رأى الدوء ورى الطبيب موجود ورى أي وقت دور الطبيب يجيب رأى بالإضافة إلى توفر المركز على كل هذه التجهيزات والمعدات التي ساهمت بشكل كبير في تخفيف نسبة رفع المرضى إلى أطار والواكشوت بنسبة ملحوظة ما سأل الطاقم الطبي بأوشفتي أتطلع إلى حل بعض المشاكل المطروحة له المشاكل المطروحين الثلاثة واحدة منهم أيض الحل المركز الصحي مونا صغير وحندنا مركز يبتنى منين يوفو تنحل واحدة من المشاكل المشكلة الثانية هي مشكلة سيارة نعدل بها لازاكتيفيته عندنا اكتيفيته موبيل بإلليل الشاشرة اللي نقيسوا اللي ترقيح لأبدافة من السيارة تم نعدل بها لازاين ترفانسيون يعيطنا على قعاج وبليلة والله نعدل بها لازاكتيفيته موبيل نقطة الأخرى ظال عنها ما عندها حل وهي نقطة تقرر عشوائي في المقاطعات وتوجد بالمركز سيارة إسعاف واحدة توفر الخدمة للحالات الطارئة والمستعجلة محمد البديدي لقناة الموريتانية أوجفت وفي أوجفت دائماً ندى رئيس الجمهورية سيد محمد العبد العزيز مساء أمس زيارة لمدرسة شمس الدين بالمدينة تعتبر المدرسة التي تأسست سنة 1957 من أقدم المدارس بالمقاطعة وتشول رئيس الجمهورية في الفصول الدراسية الستة بهذه المعلمة التربوية التي يصل عدد تلاميذتها إلى 245% تمثل البنات من بينهم نسبة 50% وطاقمها التربوي لثمان معلمين وتعرف رئيس الجمهورية عن قرب من المعلمين على أبرز المشاكل المطروحة وبمقدمتها حاجة المدرسة إلى الترميم كما استمع سيضته إلى الحلول المقترحة في هذا الصدد وحول واقعيات تعليم في مقاطعة أوجفت والإنجازات التي تحققت في هذا المجال ندعوكم لمتابعة الورقة التالية المنظومة التربوية للتعليم على مستوى مقاطعة أوجفت تبدو شبه متكاملة من حيث البنية التحتية وتعاني من بعض المشكلات التي تحتاج إلى حل يضمن استمرار العام الدراسي في ظروف طبيعية المدرسة الآن بنيتها التربوية ستة تقسام مجموعة التلاميذ الموجودين فيها حوالي 245 وعدد المعلمين ستة معلمين عربية بالإضافة إلى المدير ومعلمين الفرنسية ما فيها مشاكل أساسا مطروحة بالنسبة للكتاب المدرسي متوفر من السنة الماضية وإلا أن هناك مشاكل تتعلق ببنية المدرسة من ناحية البنايات من أصل أربعين مدرسة ابتدائية انبثقت أربع وعشرون مدرسة هي عدد المدارس التي استقبلت أبناء المقاطعة في عامهم الدراسي هذا وتعد المدرسة رقم اثنين هي إحدى هذه المؤسسات التي تم بناؤها في إطار التعاون بين بلدية أو جفت وبعض شركائها هذه المدرسة التي استقبلت التلاميذ فيما يبدو قبل أن تكتمل تجهيزاتها اللوجستية تحتاج هي الأخرى إلى طاولات بدل الحصائر ومكاتب ودواليب وغيرها من مستلزمات سير العملية التربوية في هذه المدرسة درسة إن شاء الله جيدة بناءها جيدة فيها ستقاعات فيها طاقم يتألف من سبع معلمين حتى الآن ولكن فيها بعض نواقص من قد التأثير خصوها طاولات ما فيها طاولات وعلى مستوى التعليم الثانوي توجد بالمقاطعة ثانوية وحيدة يباشر طاقمها التربوي تقديم الدروس للتلاميذ الذين تحدثوا لنا عن ملاحظات ونواقص تتعلق بغياب بعض أساتذة المواد العلمية عندنا نقص ما في الأساتذة قالنا استهار جيزيا مع أننا نقص نقص سيزيا مالت بعد دي مالت وعتقالت من الجيزيا ودوتوه مالي وعنقلي مالي ما قطرناه من بداية السنة إلى حدراء دارة الثانوية تعترف بهذه الملاحظات وتعيد بالعمل على التغلب عليها قريبا عندها نقص في الأساتذة أساتذة كان يالله تحتاج إلى 12 أستاء وفيهم خارقين سبعة منهم موجودين رسميين وخمسة كنا ننتظرهم في الاكتتاب لعدلة الدولة الاكتتاب لكونتراكتيل وعقبنا منين نخلق الاكتتاب رأينا منهم اللاثني رغم النواقص التي تحدث عنها هؤلاء التلاميذ ووعدت الطواقم المشرفة على تأطيرهم بالإسراع في العمل على التغلب عليها يبقى الحرص على استمرار جلوسهم على مقاعد الدرس هو الهدف الأسما الذي يجب أن تعمل الجهات الرسمية والأهلية معا على النجاح في تحقيقه سعداني متخيطور قناة الموريتانية من مقاطعة أوجفت ودشنا رئيس الجمهورية سيد محمد العبد العزيز مسامس بمدينة أوجفت مشروع تزويد المدينة بالطاقة الكهربائية استمع سيدة الرئيس لشروح حول أهداف المشروع ومكوناته ودوره في تزويد مدينة أوجفت بالطاقة الكهربائية تكون هذا المشروع من محاول منخفض الجهد 250 كيلو فلت أمبير ويتم إنجازه بمبلغ إجمالي قدره 105 مليون أوقية على ميزانية الدولة وقام رئيس الجمهورية سيد محمد العبد العزيز مساء أمس ضمن المحطة الثالثة من زيارته لولاية أدرار في زيارة لمدينة أوجفت القديمة واستقبل رئيس الجمهورية لدى وصوله من طرف رئيس جمعية شمس الدين للبحوث والتراث والنشر والإعلام ورئيس مبادرة إيرجي عبداوة إيرجي عبداوة وتفقد رئيس الجمهورية مكتبة المدينة القديمة التي تتوفر على نفائس الكتب والتراث ومخطوطات متنوعة من تاريخ وتراث وعلوم هذه المنطقة العريقة وأكد رئيس الجمعية سيد السن عبداوة أن تسجيل مدينة أوجفت التاريخية على لايحة التراث الوطنية يعتبر خطوة كبيرة على طريق تسجيلها على لايحة التراث العالمية مطالبا ببدء البحوث والحفريات في المدينة الدفينة المجاورة للمقبرة المتونية الوحيدة كما زار رئيس الجمهورية في هذا الإطار معارضا لمنتجات الصناعة التقليدية في مدينة أوجفت وتحتل مدينة أوجفت مكانة مهمة بين المدن التاريخية في منطقة أدرار قد لعبت دورا بارزا في نشر الإشعاع العلمي والثقافية كما أنها مركز تجاري وزراعي مهم عندما تجهد الطبيعة بجمال اللحظة وترتسم في الأفق لا بإرادة الإنسان طبعا لوحة قزحية يزيدها الضباب عكس المألوف وضوحا وإجلالا ورونقا فتأكد أنك على مشارف مدينة أوجفت فمن منطقة قرارة الفرص إلى التنمرورة إلى أمزماز في أعالي ظهر أدرار مرورة بهضبة تورفين تشكلت شبه جزيرة أوشفت التي تعني باسمها الصنهاجي القديم الجبل الأزرق وباسمها الإداري الجديد أوجفت المقاطعة التي ترتبط جغرافيا وتجاريا وثقافيا بين ولايات تقاند شرقا والتلازة والبراكنة جنوبا وأراضي شاسعة من ولاية إنشير غربا وهي مهمة شدة من ناحية الاقتصادية هي زراعية بدرجة الأولى خصوصا الواحعة حيث توفر على حوالي 776 ألف نخلة هي رقم واحد على المستوى الوطني منها 586 ألف نخلة مذمرة وعلى المستوى الزراعة المطرية تتوفر على أكبر عدد من ما يسمى بالقرائل المناطق التي تزرع الزراعة المطرية فيها أيضا زراعة الخضروات وزراعة تحت النخيل وهذا بالإضافة إلى النشاط التلموي الماشية فيها أيضا قطعان وفيها مناطق الرعي خصوصا بلدية المداح منطقة جبيت وبلدية تيرغت تمتد أوجفت أفقيا على مساحة تناهز 40 ألف كم ربع تتوزع جيولوجيا بين سلاسل جبلية وهضاب ووهاد ورمال ذهبية تداعب بخجل الحجارة الصلبة الصامدة أمام عادية الزمن تماما كما يداعب الصغار بعضهم البعض وإن ببراءة تبدو على وجوها عديدة هي المجالات التنموية التي شجعت سكان أوجفت على البقاء في مواطنهم الأصلية فالشمولية البرامج الموجهة ونضج السياسات لمنهجة كلها عوامل جعلت من المقاطعة جزءا هاما من الوطن يتمتع المواطنون فيه بمرافق عومية وخدمات جعلتها الدولة في متناول الجميع كالصحة والتعليم والزراعة إضافة إلى فك العزلة عن مدينة تأوي اليوم 13 ألف نسمة حسب أحدث إحصائيات أهم المشاريع مشروع التنمية المستديمة الشعبيين يقولون بشروع الواحات لكن مشروع الواحات مشروع قد تعدل صنع مولته المولين ولكن جات فترة عاد فيه مشروع التنمية المستديمة هذا المشروع هو أهم بما أن مقاطعة واحاتية هو يهتم باللي ينقاله قطاع الواحات والحركة الاقتصادية والتلموية في المقاطعة أطرالها ياسر مشي والذي ينقاله النقل هوان والذي ينقاله الحافلات هاولي ما كانوا جو في المدينة من واقش وعدش من واقش وطمن أطار مباشرة وهوان النقل وهذا طبعا ينعكس على ذا اللي ينقاله لأسعار البضائع وما يشبه ذلك تضم المقاطعة أربع بلديات هي إضافة إلى أوجفت معدل عرفان والمدع وبلدي تنتيرجنت اختراب الأحمد لقناة المورد عفوا على هذا الخلال الفني كان رئيس والشمهورية سيد محمد العبد العزيز قد وصل صباح أمس ضمن المحطة الثانية من سيارته لولاية أدرار إلى منطقة تنوامند بمقاطعة شنقيط واستقبل رئيس والشمهورية لدى وصوله من طرف وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابية سيد أمال منت مولود محاطة بعدد من معاونها وحاكم مقاطعة شنقيط السيد مولاي اسماعيل وللمرتجي وعمدة بلدية العين الصفر سيد دوم للعالم وكان رئيس الجمهورية موضع استقبال شعبي كبير من طرف سكان المنطقة وحاكم مقاطعة شربي لنبكو في خامة رئيس الجمهورية وحاكم مقاطعة شربي لنبكو في خامة رئيس الجمهورية هذه هي اشتركوا في القناة 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 مرحبا 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 مرحباً 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 ، مرحباً جناً، جائلاً جناً، جوالثي الله هلا مراحب كبيرة اتطوع أزا الله المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة إذن مشاهدنا كانت تلكم صور وصول رئيس الجمهورية إلى تجمع تنوامند بمقطعة شنقيطة هذا وضع رئيس الجمهورية سيد محمد العبد العزيزة ولا أمس في بلدة تنوامند ضمن المحطة الثانية من زيارته لولاية أدرار حجر الأساس لمشروع تجمع تنوامند في بلدية العين الصفرى بمقطعة شنقيطة واستمع رئيس الجمهورية في موقع المشروع إلى شروح حول أهميته ودوره في تجسيد سياسة الدولة الهدفة إلى تقريب الخدمات من المواطنين وتوزيع التنمية بعدالة بين كافة أرجاء الوطن في المنزل الوطن سالنزل الوطن أكثر من المنزل و تنظم أكثر من المنزل في المنزل موسيقى هذا وأكدت وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي أن إنشاء هذا التجمع يدخلوض من جهود القطاع لإنجاز تجمعات حضرية عصرية تستجيب للمعايير المتبعة في سياسة الحضرية للقطاع فخامة رئيس الجمهورية السادة الوزراء السيد الوالي السادة المنتخبون أيها الحضور الكريم لبنة جديدة وحلقة أخرى من مسيرة التعمير والبناء التي تشهدها البلاد في ظل قيادتكم النيرة هذه المرة من أعماق أدرير وسط تخوم ظلت دوما غائبة عن أجندة البرامج التنموية العمومية إن إشرافكم اليوم فخامة الرئيس على انطلاقة أشغال تجمع تنومند يعد بحق لفتة كريمة وخطوة متبصرة ذات أبعاد استراتيجية عميقة فالموقع الجغرافي المتميز لهذه المنطقة التي تغطي أراضي شاسعة على امتداد حدودنا الشمالية وضرورة تعمير الفضاءات الحيوية في البلاد مراعاة لمقتضيات الأمن القومي وطبيعة التحولات الكبيرة التي يشهدها الإقليم بفضل تقدم الأعمال على مستوى مقطع أطار تجججا من هذا الطريق الوطني الهام وتعدد القرى على امتداد الأودية الكثيرة التي تحدط واحات كثيفة ومتنوعة وحرص الحكومة على المضي قدما في تنفيذ توجهاتكم السامية الهادفة إلى محاربة ظاهرة التقرر الفوضوي المعيقة للتنمية عوامل تبرهن كلها على جدوائية إنجاز هذا التجمع المحوري وسط المجموعات المستهدفة فقد صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير على مخطط تقطيع عمراني لتجمع تنوما وإعلانه ذا نفع عام ويستتم إنجاز هذا المشروع الهام من قبل الشركة الوطنية إسكان كرب عمل منتدب خلال فترة زمنية مدتها ثمانية عشر شهرا فخامة الرئيس سيساهم هذا المشروع الهام في الحد من ظاهرة التقرر الفوضوي المعيقة للتنمية كما سيؤمن للمستفدين بطريقة مجانية توفير قطع أرضية صالحة لأغراض السكن مؤهلة ومزودة بشبكات الماء مع ضمان تقديم الخدمات الأساسية من خلال تشهيد المرافق العمومية الضرورية حيث ستشمل بناء جامع يضم محظرة وسكنا للإمام إلى جانب بناء مدرسة ابتدائية ومركز صحي من الفئة بع بالإضافة إلى محطة للتسوق والتبادل التجاري وتندرج إقامة هذا المشروع ضمن تنفيذ مكونات السياسة الوطنية في مجال الاستصلاح الترابي التي شهدت مؤخرا إنجاز تجمعات ترمسة وبرات وصبهالة وبلحراث وأم صفية إلى جانب إنشاء المدن الجديدة في نبيكة لحواش الشامي وبن الشاب الجديد ولأن المشروع يتم في خضم تخليد الذكرى السادسة والخمسين لعيد الاستقلال الوطني وعلى طريق سلكته المقاومة الوطنية في واحدة من أشهر عملياتها البطولية فإن ظرفية الزمان وخصوصية المكان تستدعي وقفة إشادة وتنويه بدوركم الريادي في توطيد وترسيخ روح الاعتزاز والتشبث بالدلالات القيمة لهذه الحقبة العزيزة من تاريخنا المجيد ومع ما تحمله من معاني للوطن ومزايا للمواطن وبدوره ثمن عمدة بلدية العين الصفرة جهود فك العزلة عن هذه المنطقة من خلال إنجاز طريق سججة طار كما عبر عن امتنان سكان البلدية لتوفر نقطة صحية بها أشهد العمدة على صعيد آخر بنتائج الحوار الوطني الشامل الذي نظم مؤخرا وخامة رئيس الجمهورية السادة الوزراء السيد والي ولاية آدرال السادة المنتخبون أهلا بكم في ربوع عرف عقودا من الحرمان والتهميش والعزلة والفقر وخامة رئيس أود في البداية أن أسجل اغتياحي لنتائج الحوار الوطني الشامل الذي أرسى ملامح الجمهورية الثالثة في بلد عرف تحت قيادتكم تطورات طالت مختلف مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكرست فيها مبدأ الوطن قبل كل شيء فخامة رئيس قبل فخامة رئيس قبل عهدكم الميمون عرفت بلدية العين الصفراء في أدب إدارة بأنها الفزاعة التي تخيف الجميع والمنفى الذي يهدد المرضة من المدرسين والممرضين ولم تعرف خلال العقود المنصرمة أي خدمة تعليمية ولا صحية بحكم عزلتها المخيفة وفي عهدكم الميمون تستجيب بلدية العين الصفراء من الطريق المعبد الرابط بين نتيجة جواطات وبلدية العين الصفراء اليوم تحتضن بنية تربوية تستجيب لحاجات الساكنة فمن يصدق أن العين الصفراء تحتضن إعدادية مشيدة بأحسن المواصفات المعاصرة ومن يصدق أن العين الصفراء تحتضن نقطة صحية بطاقمها وسيارة إسعافها العين الصفراء التي أصبحت مرمى حجر من تيجة جواطار تسجل اليوم وبكل سرور إطلاق تخطيط تنفيذ مشروع تجمع التويديد في منطقة حرم أهلها وبكل أسف من الاستفادة من خدمات الدولة خلال عقود طويلة جراء التقر العشوائي في مناطق معزولة وهنا لن أترك الفرصة تفوتني قبل أن أطيب منكم مساعدة سكان هذا التجمع الهج على الاستقرار في موقعه الجديد عن طريق المساعدة في تشييد سكان اجتماعي يوفر لأصحاب الدقل المتدنى فرصة تكيف مع النقل الهجائي الجديد والحال أن سكان هذا التجمع ظلوا يعتمدون على التنمية المواشي وزراعة النقي كما يتطلب ذلك استفادتهم من واحة نموذجية تكون بديلا عن الواحات التي تركواها خلفهم فخامة الرئيس تلاحظون معي أن هذه البلدية وبشكل واضح لم تعرف خدمات الدولة قبل عهدكم الميمون ونحن بذلك نعترف وندعوكم إلى تسجيل بلدية العين الصغرة عند الحالة المدنية من موالد عهدكم وهي بذلك ستظل وفية لكم ولنجيكم الوطني الرائد فخامة الرئيس أود أن أشكر أمامكم وبكل صدق الإدارة الإقليمية لولاية آدرات على نأجية التلموي ومدها الأيدي إلينا لرفع من المستوى الخدمات في بلديتنا ممثلة في السلطات الإدارية ورؤساء المصالح الخدمية الجهوية فخامة الرئيس قبل أن نهي كلمتي هذه أود أن أطيعكم وأنتم أعلم مني بذلك على أن بلدية العين الصغرة متنامية الأطراب تحدها الجزائر شمالا على امتداء صحراء واسع وتشكل نقطة أمنية بامتياز تجعل منها قابلية استقبال مقاطعة أو مركز إداري يؤهلها للعب ذورها لحماية الوطن فخامة الرئيس يشكل الاتصال هم مقومات النمو والتقدم العالمي وهو ما حول العالم اليوم إلى قرية كونية سقيرة بلدية العين الصفرة رقم ما حضيت به من عناية فائقة في مختلف مناحي الخدمات الأساسية إلا أن شركات الاتصال غلت قائبة عنها مما جعل المنطقة في مجملها في عزلة خائرة ولذلك نرجو من فخامتكم التدخل العاجي لتمكين ساكنة هذا الرقم من وطنكم الحبيب من الاستفادة من خدمات الهاتف والإنترنت فخامة الرئيس عرف الافتفاء التي هي مجال الحبوب تطورا مذهلا في البلاد قرى أن بلدية العين الصفرة التي تتوفر على سهول قصبة وتتمثل في قرائب ومصدر زراعي متميز يتطلب استطلاح وتدخل القطاعات المعنية لتتحول المنطقة من مجرد مستهل إلى مصدر الحبوب كما يعني ذلك توفير المياه لتشكل نقطة في زراعة الخضروات وأخيرا فخامة الرئيس إن قراء الرئيس التي ساهمت في المقاومة الوطنية ببسانة والمعروفة لتسجل لديكم مطلب فك العزر عنها لستثعيد دورها في المساهمة في تنمية البلدية والوطن وكان رئيس الجمهورية قد اجرى توقفا في طريق عودته من تنوامند ببلدية العين الصفرة بمقاطعة شنقيطة في قرية تيمغازين موضع استقبال شعبي كبير من طرف السكان الذين طالبوا بربط قريته بطريقة جيك جاتار الذي لا يبعد عن قريتهم سوى 6 كيلومترات نهاية البلدية موضع استقبال شعبي كبير تيمغازين 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 ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر 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 مرحبا 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 اشتركوا في القناة 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 العبد العزيز على تفعيل الاستراتيجية التنموية الوطنية الجديدة وأعني بذلك استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك يكتسي اهمية بالغة لكونه سيسمح بدون شك بتغذية مؤشرات هذه الاستراتيجية بقدر ما سيسهل معالجة النواقص الباقية في هذا المجال وذلك في اطار السياسة الوطنية الرامية الى احقيق اهداف التنمية المستدامة وجهة نظر برنامج الامم المتحدة للتنمية بخصوص تقييم الاهداف التنموية للالفية عبر عنها الممثل المقيم للبرنامج في بلادنا السيد ماريو ساماجا الذي اكد تحقيق عديد هذه الاهداف وهو ما يتيح الفرصة على حد تعبيره للاستفادة من التجارب في المجال واكد المسؤول الاممي ان هيئته ستعمل على مرافقة سياسات بلادنا بخصوص محاربة الفقر وتشجيع التمدرس وتخفيف نسبة الوفيات في صفوف الامهات تقرير تقييم اهداف التنمية للالفية في بلادنا موضوع الورشة تم يعداده من قبل المركز الموريتاني لتحليل السياسات بالتعاون مع المدرية العامة لاستراتيجيات التنموية وبرنامج الامم المتحدة للتنمية شكل الاهتمام بالجوانب البيئية ونظافة مدينة وذيب واحدة ولويات سلطة منطقة وذيب الحرى وفي هذا الاطار استندت نظافة المدينة أسندت عفوا نظافة المدينة إلى خمس شركات وطنية خصوصية كما تم وضع مخطط للتسيير البيئية في فضاء المنطقة الحرى اهتقضي التوجهات المرسومة لمنطقة وذيب الحرى بمجب المخطط الرئيسي العملي جعل مدينة وذيب قطبا اقتصاديا جذابا ومزودا بالمنى التحتية الخدمية العمومية يراعي أهمية الجوانب البيئية في تنميتها وقد نص القانون المنشئ لسلطة منطقة وذيب الحرى على وضع خطة للتسيير البيئي في المنطقة الحرى من أجل مراعاة القواعد والنظم البيئية المتبعة في هذا المجال وفي مجال نظافة مدينة وذيب أسندت سلطة منطقة وذيب الحرى المهمة الموزعة على خمس مناطق منذ 2013 لشركات وطنية حيث أميطت مهمة تنظيف كل منطقة بإحدى الشركات من أجل القيام بانشطة جمع النفايات المنزلية الصلبة والصناعية لقد نص القانون المشئ للمنطقة الحرى هو المخطط العملي الرئيسي للمنطقة الحرى على أهمية الجوانب البيئية في تنميتها تقوم المنطقة الحرى بتحينه من وقت لآخر كما أن المشاريع المقدمة للمنطقة الحرى تشترط في اعتمادها أن تكون تحترم الجانب البيئي وعدم وجود ضرر بيئي في تنفيذ المشروع كما أن المنطقة الحرى تكفلت من إنشائها بنظافة المدينة وقسمتها إلى عدة محاور وشهد الجميع لأن المنطقة الحرى كما تعلمون شهدت استقلال السنة الماضية شهد الجميع بنظافة المدينة وبحكامة الخطة المطرحة لنظافتها كما أنها قامت بوضع إنشاء لجنة متابعة وتقييم لأعمال هذه الشركات الوطنية المكلفة بنظافة المدينة الإنتاج من القمامة لتفريغه بشكل ملائم تم العمل على إعادة تيهيل مركز الطمر الفني جنوب مدينة وذيبو الذي يقوم بدور أساسيا في مواصلة خدمة المواطن دعما للنظافة العمومية بعد التهارك والإهمال الذي ميزه رطحا من الزمن دوليا في هذه النشرة انتخب المؤتمر السابع لحركة فتحة الذي انطلقت أعماله اليوم في رمالة بالإجماع محمود عباس أبو مازنة قائدا عاما للحركة شاركه في جلسة هذا المؤتمر المنعقد بمقار الرئاسة الفلسطينية في رمالة نحو 1400 من كافة العطر التنظيمية لحركة فتحة في الطفة الغربية وقطاع غزة والشتات وتقول وصدر إعلامية إن تنظيم صفوف الحركة سيكون من القضايا الأساسية للمؤتمر الذي يتوصل على مدى خمسة أيام كما سيتم اعتماد البرنامج السياسي للحركة وانتخاب الأجنة المركزية ومجلس ثوري جديدين لقيت 11 تلميذة وموظفة واحدة حتفهن أمس عندما اندلع حريق في مهجع مدرستهن في مدرستهن في مدينة أضنى بجنوب تركيا قالت السلطات في أضنى إنه تم انتشال جثث الضحايا ونقل 22 جريحة إلى المستشفيات بعد تضررهن خلال قفزهن من النوافذ هربن من ألسنة النيران شايدين ختاما لهذه النشرة نذكر بأبرز ما جاء فيها من أحداث رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء يترأس اجتماعا للمجلس بالقصر الرئيسي رئيس الجمهورية يعود إلى النواكشو تقادما من مدينة أطار بعد ذيارتنا لولاية أدرار دامت عدة أيام رئيس الجمهورية يدشن مشروع تزويد مدينة أوجفت بطاقة الكهربائية ويضع الحجر الأساس لمشروع تجمعية ومنجل بلدية العين الصفرة بمقاطعة شنقيطة شاهدين انتهت سناشرة الثامنة شكرا لكم على كرم المتابعة نلتقي بإذن الله في نشرة منتصف الليل لذلكم الحين في أمان الله